اشتركوا في القناة ومن هنا من على ارضية ميدان اللبصير مع اول انطلاقات الثنايا القعدان لاشواط العامة من اقصى مسافات ميدان اللبصير وهي الستة كيلومترات كما تبعنا الشوط الاول للبكار اين ذهب واتجه ذلك الشوط لراعي بحرين من تكرر الانجاز تلو الانجاز وها هو الشوط الرئيسي للثنايا القعدان لا يقل اهمية عن اول الاشواط شوط مكتظ بالاسماء والاعداد الهائلة والقوية تمنياتنا بالتوفيق لكل المشاركين نبدأ بالبداية وبالمركز الاول مباشرة حيث ينطلق عز الجيش بشعار السيد محمد بن طالب بن فرج بن هادي بن اهليل يتقدم مع عز الجيش على البداية نقلتنا الى ثاني المراكز وثاني المنطلقين معنا في هذا الشوط يصل جزل بشعار سيد فهد بن علي بن عبدالله المهندية يتقدم مع جزل على مستوى المركز الثاني بينما الانتقالة مجتمعين الافاضل الى ثالث المراكز والى شعار بسحيم من يتقدم مع انطلاقة تخان لعبدالرحمن بن سعيد الفسل ينطلق مع تخان على صعيد المركز الثالث نقلتنا الى رابع المراكز ورابع الواصلين معنا في هذا الشوط الباز ينطلق على مستوى المركز الرابع لسيد حمد بن مبارك بن محمد الخيل اهل مري مع الباز على مستوى المركز الرابع وخامسا وخامس الثنايا المنطلقات معنا في هذا الشوط من يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس هذا العدملي بشعار سيد مسعود بن محمد بن راشد بن شير مع المركز الخامس ومع اندفاعة العدملي هذه مستمعين الافاضل الخمسة نجوم المنطلقة معنا في هذا الشوط الخمسة اسماء القوية التي بدأت هذا المسار تسير بالركب الاول ونعود مباشرة الى البداية والى الانطلاق الاول مع عز الجيش ومع شعارك بن اهليل محمد بن طالب بن فرج بن اهليل مع عز الجيش على البداية وعلى الصدارة يتقدم الجميع في اول اشواط الثرايا القعدان تمنياتنا لك بالتوفيق يا ابو طالب ولأقرانك المشاركين نشوف نتابع لي على المركز الثاني الان تقدم الباز تسلل الباز الى مستوى المركز الثاني لحمد بن مبارك بن محمد ارخي له المري مع الباز على مستوى المركز الثاني بينما المركز الثالث انطلاقة من العدملي على مستوى المركز الثالث مسعود بن محمد بن راشد بن انشير مع العدملي على المركز الثالث شعارك بن انشير حاضر ومتواجد شعار بابل يتقدم مع العدملي في هذا الشوط نقلتنا الى المركز الرابع المركز الرابع الان يسير جزل على مستوى المركز الرابع فهد بن علي بن عبد الله البن علي المهند يتقدم مع الجزل على المركز الرابع بينما المركز الخامس شعار مسند من سعيد الفسل مع اندفاعة اطخان على مستوى المركز الخامس يقدم اطخان في هذا الشوط ويتابعه عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري هذه اذا مستمعين الكرام حفلنا الكريم الخمسة المراكز نكررها للمرة الثانية على التوالي كما نتابع كما نشاهد بقية الاسماء وبقية الشعارات واصلة في دحمول عملاق يسير كله على خط واحد قادم لا محال متجها نحو الصدارة نحو المقدمة الكل منهم ينقب عن جائزة هذا الشوط ينقب عن اول الاشواط وعن المركز الاول والمركز المرموق نعم نعود الى البداية نعود الى عز الجيش والى الشعار بنهلي المعروف شعار العابر وشعار شواهين وشعار الجذابة وغيرها من الاسماء والشعارات شعار المستشار نعم احد الاسماء ايضا القوية التي يمتلكها هذا المالك يتقدم مع عز الجيش وسلالة عز الجيش لكن شوف 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 من غير تيار هذا الشوط يصير بصدارة الان العدملي تقدم العدملي يقدم العدملي مسعود بن محمد بن راشد بن انشير ويتابع ايضا من ضبره محمد بن مسعود بن انشير يتابع العدملي في اول الاشواط يتابع العدملي نتمنى لك التوفيق ابو مسعود وليخوانك المشاركين هذا ايضا يراقب تحركات العدملي في هذا الشوط على البداية وعلى الصدارة يتصدر الجميع مع اول الاشواط الرئيسية يتقدم هذا الشعار العملاق شعار الاشواط الرئيسية شعار الانجازات شعار محمد بن مسعود بن انشير يسير مع العدملي على البداية وعلى الصدارة المركز الثاني عز الجيش عز الجيش واصل على مستوى المركز الثاني بشعار سيد محمد بن طالب بن فرج بن اهليل مع المركز الثاني ومع انطلاقة عز الجيش بينما المركز الثالث يصل وينطلق مطرب قادم مطرب البشعار السيد سيف بن محمد بن دايل النعيمي مع مطرب على مستوى المركز الثالث رابعا مستمعين لفاضل يصل الآن وينطلق جزل فهد بن علي بن عبد الله البن علي المهندي شعار محللنا محلل قناة الريان الفضائية حاضر ومتواجد مع الجزل وايضا شعار كبوسحيم يقتح من المركز الرابع في هذه اللحظات مع تخان عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفصل حاضر ومتواجد وايضا شعار الخيلة قادم مع الباز مع الباز حمد بن مبارك بن محمد الخيلة المري والشعار هالي نجران يتقدم الآن شعار بطشان بن صالح المحمد اليامي يحضر في هذا الشوط مع المتحد بطشان بن صالح بن هادي المحمد اليامي شعار تغرودة يتقدم الآن يتقدم المشاركين يتسلل من بين القعدان الأصائل يتسلل من بين الأصائل أصيل وبشعار عملاق يتقدم شعار تغرودة على المركز الأول مع اندفاعة المتحد صاحب سيارتين أو ثلاث سيارات أن لم تخني الذاكرة هذا القعود في العام الماضي حاضر ومتواجد المتحد أحد أقوى الأسماء المشاركة والمرشحة لانتزاع المركز الأول نشوف نتابع اسم جديد أيضا يقتحم دائرة النداء والإذاعة حاضر مشرف بشعار سيد صالح بن حمد بن راشد آل بريس يتقدم مع مشرف على مستوى المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث بن أهليل مع عز الجيش مع عز الجيش ينطلق مع المركز الثالث محمد بن طالب بن فرج بن هادي الغفران زميلنا المعلق الإعلامي الكبير حاضر ومتواجد في هذا الشوط يتابع ويراقب تحركات عز الجيش من يريد استعادة حقوقه المنهوبة يعود مرة أخرى يعود من جديد بعزم من حديد ويتسلم زمام الأمور في هذه اللحظات يعود إلى مركزه المرموق إلى مقدمة هذا الشوط المركز الرابع شعارك بن انشير حاضر ومتواجد مع العدملي مسعود بن محمد بن راشد آل جفران المري والمركز الخامس يصل مزعل يصل وينطلق الآن راكان بن راشد بن سالم آل مسعود حاضر ومتواجد مع مزعل على مستوى المركز الخامس أول مرة نذيع شعار بن راشد حاضر ومتواجد في هذا الشوط مع مزعل على المركز الخامس لكن العودة للبداية عز الجيش بن أهليل حاضر مع البداية أحد النجوم التي يطلقها لنا هذا الشعار شعار بن أهليل اللي هو عز الجيش مع دخولنا للكيلومتر الأخير يتقدم عز الجيش يقص شريط آخر الكيلوات مع البداية مع الصدارة يصير بالمقدمة بدون أوامر ولا تعليمات لم يطلق عليه التعليمات بطالب يندفع الآن على الصوت فقط على الصوت سلامي والله عليك يا راعي عز الجيش يا راعي عز الجيش اللي على البداية أحد يأعرق السلالات الحاضرة في رياضة سباقة الهجن العربية الأصيلة سلالة عز الجيش مع الصدارة مع البداية شعار الوالد أيضا طالب بن فرج بن هادي بن أهليل مع المركز الأول لكن لبريس قادم شعار المتحدة شعار أيضا قادم شرف شعار المتحدة حاضر صالح بن حمل بن راشد آل بريس المري غير للبداية غير للصدارة بن أهليل بن أهليل يعود مرة أخرى يطلق العنانة لعز الجيش يطلق العنانة لعز الجيش ينطلق الآن ما بين أيضا ما بين مشرف ما بين عز الجيش سلالة الحنيش وسلالة عز الجيش ولكن مشرف 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 غير للبداية غير للصدارة ينطلق الآن يندفع مع أول الأشواط الرئيسية شعار المتحدة شعار المتحدة صاحبة النقاط الكبيرة والنقاط المتكررة مع أشواط الإنتاج يعود مرة أخرى في الأشواط المفتوحة مع مشرف مع مشرف وسلالة مشرف تشرفنا في هذا الشوط عز الجيش يحاول ولكن خلاص قفلها مشرف سلالة مشرف ومحمية إنتاج أم الزبار سلام يا الله عليك البريس على هذا الفوز وعلى هذا أيضا الانتصار معنا في هذا الشوط المركز الثاني كان من نصيب عز الجيش بشعار سيد محمد بن طالب بن فرج بن أهلي المركز الثالث كان مع المستشار لحمد بن سالم بن علي بن جهولة نابة المركز الرابع المركز الرابع المتحد بطشام بن صالح بن هادر محمد اليامي وخامسا كان مع الملوم لأحمد بن محمد بن فهد